السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف العاشر الوحدة الثامنة الدرس الثالث المنحن التكراري التراكمي الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية رسم المنحن التكراري التراكمي لجدول تكراري ذي فئات وسنتعلم أيضا كيفية تقدير قيمة الوسيط باستعمال المنحن التكراري التراكمي والآن مفهوم الوسيط لجدول تكراري ذي فئات إذ يعرف الوسيط بأنه القيمة التي يقل عنها خمسين بالمئة من البيانات أي أن نصف البيانات أقل من قيمة الوسيط أما رتبة الوسيط فهي مجموعة تكرارات مقسوما على العدد 2 ولها الصيغة Summation of Frequency over 2 والآن مثال 1 صفحة 203 يبين الجدول الآتي أعمار 30 شخصا بالسنوات والمطلوب الجزء A أرسم منحن التكراري التراكمي الحل لنتمكن من رسم المنحن التكراري التراكمي يجب علينا أولا أن نكون الجدول التكراري التراكمي التصاعدي وذلك من خلال إضافة عمودين جديدين للجدول السابق وهما عمود الحدود العليا للفئات وعمود التكراري التراكمي التصاعدي كما تلاحظ أما بالنسبة لعمودي الفئات والتكرار فسنقوم بكتابتها من الجدول السابق وأما بالنسبة لقيم عمود الحدود العليا للفئات فسنقوم بتحديد الحدود العليا للفئات في العمود الأول ونقلها إلى عمود الحدود العليا للفئات وأما بالنسبة لعمود التكرار التراكمي التصاعدي فستكون أول قيمة فيه تساوي دائما القيمة الأولى في التكرار F وتساوي هنا 11 أما القيمة الثانية في التكرار التراكم التصاعد فستكون من خلال جمع التكرار 7 مع التكرار السابق له 11 ينتج معنا 18 أما التكرار التراكم التصاعد الثالث فسنحصل عليه من خلال جمع التكرار 5 بمجموع التكرارات السابقة له 18 لنحصل على 23 وأيضا بالنسبة إلى قيمة التكرار التراكم التصاعد الرابع فسيكون من خلال جمع التكرار 4 مع مجموع التكرارات السابقة له 23 والتي تساوي 27 وكذلك بالنسبة للتكرار التراكم التصاعد الأخير فسيكون من خلال جمع التكرار 3 مع مجموع التكرارات السابقة والتي تساوي 27 لنحصل على 30 أما الآن سنقوم برسم المنحنة التكرار التراكم وذلك من خلال رسم المحور الأفقي X وكذلك المحور الرأسي Y الموجبين أما بالنسبة للمحور الأفقي X فسيمثله قيم عمود الحدود العليا للفئات وسنقوم بإعطاء تدريج مناسب له من خلال ملاحظة القيم في هذا العمود إذ أن أصغر قيمة بين القيم هي 10 وأكبر قيمة هي 50 إذن أفضل تدريج لهذا المحور سيكون بمضاعفات العدد 5 كما تلاحظ أما بالنسبة للعمود الرأسي Y فسيمثله قيم عمود التكرار التراكم التصاعد وأفضل تدريج لهذه القيم ستكون بملاحظة أصغر قيمة بينها وهي 11 وأكبر قيمة 30 إذن أفضل تدريج لها سيكون أيضا بمضاعفات العدد 5 وبصورة عامة إذا كان مجموع التكرارات عددا كبيرا فإنه يفضل وضع التدريج على المحور Y بحيث يكون من مضاعفات العدد 5 أو مضاعفات العدد 10 وهكذا والآن سنقوم بتعيين نقاط في هذا المستوى لرسم المنحن التكراري وتتكون النقطة من مسقطين المسقط X والذي يمثله الحدود العليا للفئات والمسقط Y والذي يمثله التكرار التراكمي والنقطة الأولى التي سنقوم بتمثيلها هي النقطة 10 11 ونبدأ بالمسقط الأول 10 والذي سنقوم بتحديده على المحور الأفقي X كما تلاحظ وكذلك 11 والذي يمثل المسقط Y والآن سنقوم بتعيين نقطة عند التقاطع أما الآن سنقوم بتعيين النقطة الثانية 20 18 ونبدأ بقيمة المسقط الأول لها 20 وسنقوم بتحديده في المحور X ثم نقوم بتحديد المسقط الثاني 18 على المحور Y وسنقوم بتعيين نقطة عند التقاطع وكذلك سنتبع نفس الخطوات بالنسبة لباقي النقاط التي تمثلها المسقطين X و Y كما تلاحظ عزيزي الطالب وبعد الانتهاء من تعيين النقاط سنقوم بالتوصيل بين هذه النقاط لرسم المنحنة التكرار التراكمي والآن ملاحظة هامة يجب أن يكون المنحنة التكرار التراكمي مغلقا وذلك من خلال توصيل النقطة الأولى في هذا المنحنة بنقطة يكون مسقطها الأول هو الحد الأدنى للفئة الأولى وهنا 0 ومسقطها الثاني هو تكرار قيمته دائما 0 إذن سنقوم بتوصيل النقطة الأولى هنا بالنقطة 00 وهي نقطة الأصل لغلق هذا المنحنة والآن الجزء B سنقوم بتقدير قيمة الوسيط باستخدام المنحنة التكرار التراكمي الحل في البداية لابد بالتذكير بصيغة رتبة الوسيط Summation of Frequency over 2 حيث أن F هي تكرار الفئة إذن سنقوم بإيجاد رتبة الوسيط من خلال الصيغة السابقة حيث أن Summation of Frequency سنجدها من خلال جمع التكرارات في الجدول السابق لنحصل على 30 ونقوم بقسمتها على العدد 2 لنحصل على 15 إذن رتبة الوسيط تساوي 15 ولتقدير قيمة الوسيط سنقوم بتحديد رتبة الوسيط في المحور الرأسي Y الذي يمثله التكرار التراكمي والآن سنقوم بتحديد رتبة الوسيط 15 ونقوم بالتوصيل الأفقي مع المنحنة التكراري كما تلاحظ وبعد ذلك سنقوم بإسقاط رأسي للمحور الأفقي X والآن سنقوم بتقدير الوسيط كما نلاحظ هنا قيمة الوسيط أي الربيع الثاني يساوي تقريبا 15 إذن قيمة الوسيط تساوي 15 تقريبا والآن حاول أن تحل صفحة 193 يبين الجدول المجاور أقصى سرعة بوحدة كيلو متر لكل أور سجلها 60 متسابقا في سباق السيارات والمطلوب الجزء A أرسم المنحنة التكراري التراكمي أما الجزء B قدر قيمة الوسيط باستعمال المنحنة التكراري التراكمي لا تنسى عزيز الطالب أن تقوم بإيقاف الفيديو لتتمكن من الإجابة أما الآن سنقوم بعرض الإجابة أولا سنقوم بتكوين جدول تكراري تراكمي تصاعدي كما يلي وبالنسبة لعمودي الفئات والتكرار سنقوم بكتابتها من الجدول السابق كما تلاحظ أما الحدود العليا للفئات فسيتم تحديدها من الحدود العليا للفئات في العمود الأول وبالنسبة للتكرار التراكمي التصاعدي فسيعتمد على عمود التكرار كما شرحنا سابقا والآن سنقوم برسم المنحنة التكراري التراكمي وذلك برسم محورين أفقي ورأسي موجبين الأفقي سيمثل الحدود العليا للفئات وأما الرأسي فهو التكرار التراكمي التصاعدي والآن سنقوم بوضع تدريج مناسب للمحور الأفقي والذي يمثل قيم الحدود العليا للفئات ونلاحظ أن أصغر قيمة هي 170 وأكبر قيمة هي 210 إذن هنا يمكننا أن نقوم بتدريج المحور الأفقي بمضاعفات العدد 5 ولكن سوف نبدأ من العدد 160 كما تلاحظ أما بالنسبة للتدريج المناسب للمحور الرأسي والتي تعتمد على قيم عمود التكرار التراكمي التصاعدي إذ نلاحظ أن أصغر قيمة هي 50 وأكبر قيمة هي 60 إذن أفضل تدريج لهذا المحور سيكون بمضاعفات العدد 10 والآن سنقوم بتعيين النقاط التي تتكون من المسقط XY حيث أن المسقط X تأخذ من قيم الحدود العليا للفئات والمسقط Y من قيم التكرار التراكم التصاعدي ونبدأ بالنقطة الأولى 170-15 ونقوم بالتعيين كما تلاحظ والنقطة الثانية 180-33 ونقوم بتعيينها وهكذا بالنسبة لباقي النقاط في الجدول السابق والآن سنقوم بالتوصيل بين هذه النقاط ولا ننسى أن نقوم بتوصيل النقطة الأولى 170-15 بالنقطة التي مسقطها الأول هو الحد الأدنى للفئة الأولى 160 والمسقط الثاني هو التكرار 0 وبالتالي سنقوم بتوصيل النقطة الأولى بالنقطة 160-0 كما تلاحظ أما الآن الجزء بي سنقدر قيمة الوسيط من خلال إيجاد رتبته أولاً وذلك من الصيغة Summation of Frequency over 2 وهذا يساوي 60 over 2 والذي يعطي القيمة 30 والآن سنقوم بتعيين رتبة الوسيط 30 في المحور الرأسي Y والذي يمثل التكرار التراكم التصاعد إذن سنقوم بتحديد 30 في هذا المحور ونقوم بالتوصيل الأفقي مع المنحنة ومن ثم إسقاط رأسي مع المحور الأفقي ونقوم الآن بتقدير قيمة الوسيط وتساوي تقريباً 178 إذن قيمة الوسيط تساوي تقريباً 178 وللتذكير واجب صفحة 213 13